طيب هنروح لكرة طائرة لا خلينا الاول لكرة السلة كرة السلة رجال عندهم منتخب مصر لكرة السلة او كرة السلة في نادي اله فيه توقف طبعا مستر اجوستي راح سافر بلده وفيه توقف يمكن اكتر من شهر لان المنتخب عنده الحقيقة مباريات مهمة اولها طبعا بطولة قطر الدولية اللي هروح شارك فيها مع جهاز فندي جديد وبعد كده عندنا الويندو اللي هي مؤهلة للأولمبيات احنا لسا عندنا جولة ان احنا ممكن نتأهل للأولمبيات ولكن صعبة طبعا اكيد هنخش في مفرامة كوبا امريكا ومفرامة اوروبا وما ادراك ما فرع يعني فيه فرع كبيرة جدا في اوروبا ما تأهلتش اللمبيات ودخل الجولة دي فاكيد منتخب مصر هيستفاد ولكن اشك ان منتخب مصر يتأهل للأولمبيات من خلال تلك الجولات ولكن منتخب مصر هياخد بالاسباب جاب مدير فني جديد كاب طبعا الالماني هنريك رودل المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكنداري ودي صورته عايزين نقول انه طبعا ضم خمس لاعبين من النادي الاهلي لقائمة المنتخب البطولة دي هيشارك فيها في قطر ست منتخبات مصر قطر السعودية البحرين وسط افريقيا الاردن دي الفرق اللي هتشارك فيها دي البطولة منتخبنا يلعب في الدور الاول مع منتخبات الاردن والبحرين وده في المجموعة التانية اللي بقع فيها منتخب مصر منتخبنا هيشارك في بطولة دي استعدادات لتصفيات بطولة أفريقيا والمفروض مصر هتنظمها في الفترة من 23 إلى 25 فبراير اللي احنا فيه تصفيات بطولة أفريقيا هتتلعب في مصر في الفترة من 23 إلى 25 إبريل أي فبراير ودي المباريات اللي معمولة عشان إعداد لهذه التصفيات طيب الخمس لعيبة اللي لعبهم مع المنتخب مين أو راحوا تم استدعام مع المنتخب عمر الجندي هاب أمين كريم حاتم وعندك كمان مروان سرحان وعمر طارق كانت سادسهم لو تفتكروا عمر زهران ولكن ربنا يشفيه هو عمر عملية الرباط الصليبي يعني بدأ واحدة واحدة يستعيد وإهب أمين دول الخماسي اللي شاركوا تاني عمر الجندي هاب أمين كريم حاتم مروان سرحان وعمر طارق فريقنا طبعا في النادي الأهلي خلص الدور الأول من الترتيب 12 نقطة بعد فوز في 6 مباريات برغم أن احنا كلمفوض نلعب 7 مباريات طب ليه لعبنا 6 عشان مباريات الجزيرة اللي أجلت يوم الجمعة وفات طبعا معاني الوزير العامل فاروق واللي أجلت لأجل غير مسمى كان مفوضة لعب الأربع اللي فات ولكن اتحاد السلة بعد ما قاعد مع الجهاز الفني وشافه أن المباريات أجل عشان استدعاء المنتخب عشان بطولة قطر الدولية طيب النادي الأهلي من أبرز محطاته أو فوزه اللي فاز فيها في الجولة الأولى كان مباريات الاتحاد سكندري خارج ملعبنا في اسكندرية وده من سنين طويلة النادي الأهلي ما كسبش الاتحاد هناك حتى في الدور ده لأننا كنا باللعب الاتحاد سكندري في اسكندرية دايما في الدور الترتيب بتاع السوبر لأنه بعد كده البلاي أوف بتبقى ياما على برج العرب ياما بيكون على حسن مصطفى ما بنلعبش خالص على صالة الاتحاد سكندري هناك فطبعا الفوز ده كان مهم كان من أبرز المحطات برضو الفوز على سبورتينج في اسكندرية دي كانت محطة مهمة الفوز على نادي الزمالك عندك نادي الاتحاد جايلك فإذا كان المشكلة والصعوبة هي كانت الفترة في الدور الأول هو بس المباراة الوحيدة من الفرق الكبيرة اللي جات عندك هي كنادي الجزيرة انت طلع لها بس برة فده طبعا أكيد هيبقى في مصلحتنا طيب احنا عايزين ايام الدور الترتيبي ده في السلة مع النادي الأهلي عايزين نطلع أول عشان نتجنب ان احنا نقبل الاتحاد السكندري في قبل النهائق أو تاني طبعا ولكن ان شاء الله نطلع أول بالنتاج دي وبعد كده يبقى عندك جدولك يعني دور التمانية يكون أهدى دور السيمي فاينال يكون برضو نوعا ما أهدى شوية ولكن زي ما انتم عارفين في البسكت ما فيش حاجة اسمها أهدى ومش أهدى الزمالك بقى كويس جدا بقى فرقة كويسة دلوقتي عندك الجزيرة بقى فرقة كويسة عندك السموحة سبورتينج ما بقاش فيه ماتش سهل لتمنى كل التوفيق لفريقنا فريق كرة كرة السلة الرجال وكمان منتخبنا اللي بيشارك في قطر بإذن الله